قبل ما في أشك من هيك ولا إجمل من هيك يعني I don't have to believe برا صراحة يعني الخدمة اللي موجودة والمدى الخدمة ومدى المساعدة اللي موجودة للموظفين اللي موجودين والسرعة السرعة بجد حاجة أنا مش مصدق أنا موجود وح مصر بصراحة يعني يعني كنت دايما بعرف أنا موجود مستثمر هنا من سنتين كنت أعرف أشيء الهم أن أنا عندي معاملة في مؤسسة حكومية أنا أتخنق أتقفل بصراحة لدرجة أنا بوكل محامين وأنه مروح عشان ينجزول الأمور دي بس بصراحة بالطريقة دي لأ نصف ساعة أخلص موضوع توكيل وأنهي الحكاية كلها لأ دي حاجة جد كل الاحترام لها وأتمنى أن تتعمم في كل المؤسسات وتتعمم في كل القطاعات اللي موجودة وأنا أعتقد نصيات الرئيس يعني شغال على موضوع تحويل الداتا للداتا رقمية وحصنا دي تتخصصي ما ظهر أن أنا دي بروغمينت يعني فأعتقد أنه ده شيء بين المصر من مرحلة لمرحلة تانية متقدمة بسنوات كتيرة وكانت لجد لازم تكون أسرع من كده ولكن الحمد لله نحنا يعني وصلنا وبدينا في الجزئية دي هيئة الاستثمار بدأت في الشغل الرقمي وشهرة العقاري بدأت في الشغل الرقمي وشهرة العقاري مؤسسة من أكبر مؤسسات اللي عليها ضغط في الجمهور يعني فلو تحولت في شكل رقمي دي حاجة يعني يعني مستوى هايل يعني مستوى راقي جدا مستوى تعاليمي كمان راقي جدا جدا ياريك كان يعني كده من زمان عملت عليك أي مشاكل هنا؟ لا بصراحة لا يعني لو قلت كده لا خالص آآ فكرة الحجز أونلاين دي هايلة جدا آآ فكرة الأمور مشية بالدور باحترام أنا عايزة أقول إنه أنا مصوط من السيربس ومن الكواليتي بتاعتها آآ من أول إن أنا خدت معادي أولايلي فمجيتش يستنى معادي مرورا بقلمه أنا حاسس إن الناس اللي هنا مصطين إنهم بيعملوني السيربس والناس اللي هنا كين وهم حريصين على قلم السيربس تعملوا بشكل مصبوط يعني حتى قولها عادي بنستني هم اللي بيسألوني حاجة في مصر طب حاجة عادي بنستني إيهي طب آآ مع الأستاذ الفلالي الخدمة ممتازة وأنا مباحرة جدا يعني إن فيه تطور جميل وعظيم صراحة يعني بالنسبة للخدمة المواطنين وأنا بالنسبة لي أنا آآ يعني أنا مريضة ومش قادرة أمشي كويس جاية يعني فايف ستارز خدمة فايف ستارز والموظفين ممتازين وفي انتهى التعامل أنا حيب بشت